مرحبا بكم مجددا مشاهدين الأعزاء إلى المفيد في المدة الأخيرة حديث طويل وعريض عن الذاكرة الوطنية وعن العلاقة أو ملف الذاكرة والعلاقة بين الجزائر وفرنسا حتى أقل المتتبعين لهذا الملف ربما اطلع على بعض الأخبار التي لها علاقة بالتاريخ والإفراج عن الأرشيف وغيرها ولكن الحدث الذي صنع دهشة الأجيال الجديدة والجيال الجديد من الجزائريين مؤخرا ظهور بعض صور الشهداء بشكل مختلف عن الصور التي درسناها في كتب التاريخ سابقا وأبرز هؤلاء كان الشهيد البطل زيغود يوسف ضيفي في البرنامج اليوم مؤرخ وكاتب ومسرحي ويهتم بزيغود يوسف إلى درجة أنه يرأس المؤسسة التي تحمل اسم هذا الشهيد الدكتور أحسن تليلاني مرحبا بك في المفيد أهلا وسهلا مرحبا بسيدة وسادة المشاهدين شكرا لك لتلبية الدعوة سوف نتحدث عن المؤسسة ونشاطها وعن زيغود يوسف وعن الفيلم السينمائي لماذا لم نشاهده حتى الآن ولكن نبدأ من الأخير إذا تفضلت أستاذ الحسن وهي الصورة التي نشرت لزيغود يوسف وتعرف بأن الكثير من الجزائرين تحديدا من تقل أعمارهم عن 30 سنة تأثروا بها إلى درجة وضعها في البروفايل انتاحهم في الفيسبوك وهناك من قال هذا هو زيغود يوسف يعني ليس هذا هو الذي تعودنا عليه بالقبعة وغيرها السؤال هل هذه الصورة جديدة حقا أم أنها نشرت سابقا ولماذا تفاعل معها الجزائرين بشكل مختلف الآن في الحقيقة الصورة صورة قديمة ومتداولة وموجودة في مختلف المواقع أنا شخصيا اكتبت عليها منذ تقريبا عام ونشرتها وهي في الحقيقة تتعلق بالبحث عن زيغود يوسف سيتان نافيد ريشيرش يعني الوثيقة في حديداتها ليست سرية هي وثيقة أصدرتها السلطات الاستمارية لما زيغود يوسف نظم عملية الهروب الشهير من سجن النبا في الخمسينات حيث صنع مفتاعا وهو الحداد وهو النجار وهو الفنان وهو الذي يعني قام بعمل خارق حيث أنه صنع مفتاح الزنزانة وفره هو وبنعودة وبكوش يعني في عملية استعراضية أدهشت السلطات الاستعمارية فأنجزت تلك الصورة وذلك في المواصفات فالصورة متداولة وكتبت تحتها فإذن هي صورة متداولة ومعروفة وسبق لك أن نشرتها وسبق لي أن نشرتها لكن اليوم ظهرت هذه التطبيقات لذلك تظهروا في الانترنت وين تحط انت الصورة فيعني تكون صورة أبيض وأسود فتصبح صورة ملونة والحقيقة إحنا شفنا كيف تفاعل فعلا الشباب مع هذه الصورة ولكن في نفس الوقت يعني إحنا لا نحبدوا يعني أننا نغير في صور الشهداء لماذا؟ لأن الشهداء مقدسين الشهداء مثل الأنبياء مثل يعني مقدسين عندما كان كبيرا جدا لا يحق لنا أننا ندخلوهم في ذي أبليكاسيو ونحركوهم ونجعلوه يبتسم ولست أدري أن لو كان نمشيه في هذا المسار ممكن نجيبه الأمير عبدالقادر ونجعلوه يهضر مع الفرنسا فتحت الأرشيف فممكن أننا ندخل في عمليات فبركة لفيديوهات ولصور طبعا الصورة التي نتكلم عنها هي التي نشاهدها الآن مع الزملاء وهذه الصورة أنت تقول بأنها التقطت له عند القبض عليه لا عند فراري عند القبض عليه صوره عند القبض عليه وإدخاله وسجن عن نابا وأصدرت صوتات الاستعمارية هذه الوثيقة ومعها لا فيد ريشيرش بعد ما هو فر في أي سنة دكتور؟ في الواحد وخمسين هكاك كان عمره 29 سنة تقريبا 29 سنة كما نلاحظ جميعا زيرود يعني باهي بزاف حتى العين أنت تكلمت عن العين لأنك يعني أنت تدقق في ملامح قلت حتى من سألك عن عينه اليسرى يعني أنت شرحت هذا القمر عينه اليمنى عينه اليمنى عينه اليمنى زيرود قبل الطورة طعفها بياض هكذا ومرض بعينه وحب يعالجه ولكن ما تمكنش فاستعمل الشب استعمل الشب قرأ في كتاب السيوطي هذا حسب رواية بن عودة يعني قرأ كتاب عمار بن عودة فوجد بأن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعالج الخيل عندما يطيح فيها البياض يعالجها بالشب فزيغود راح جاب الشب وقالهم قالهم لا يمكن الطورة يعني قامت وراح تقوم عفوا وانا كيفاش عيني رايحة عوار لازم نداوي نعالج عيني وقالوا له يعني كيف هالشب راه يحرق وراه يؤلم وراه كذا ولكن زيرود أصر على استعمال الشب رحى وجاب هكذا قصبة تاعل سمبلة القمح وطلب من عمار بن عودة وهم في الجبل مع عمار جوغا وهذا أيضا بطل من أطلال الطورة وقالهم حطولي الشب فمحبش عمار بن عودة ولكن عمار جوغا ساطله هكا شوية تاعل الشب في عينه في يعني تألم كثيرا زيرود وحسب رواية بن عودة من عسش ليلة كاملة وهو يتلوى من الألم والصباح يعني كانت عينه حمراء كيمة الكبداء ومع الوقت مع الوقت مع الوقت شوفي فعلا من وأصبح يعني وهذا كله في سبيل أن يلتحق عندما تكون الثورة وتندلع الثورة يكون جاهزا للمعركة نعم هو حسب رواية بن عودة كان يبكي كثيرا أنه كيفاش رايح تقوم الثورة وهو يعني ممكن ما يشوفش مليئ وهو يعني رجل القلاص ورجل الفارس ورجل يعني رجل تعميدان وتاعة تاعة طيب هذه الصور في الجانب الإيجابي بعيدا عن النظرة التي قلت أستاذ تليلاني بأنه أو حدرت منها بأنه قد يعني الإفراط في استعمال التكنولوجيا قد يؤدي إلى نوع من التشويش على الذاكرة الوطنية نعم وعلى ذاكرة الأجيال الجديدة ولكنها أعادت هؤلاء الشهداء مرة أخرى إلى حياة الجزائريين وتحديدا الشباب والمراهقين هذا هو لكن المطلوب المطلوب بس في قادة ليس أننا نحط الصور تاعة الشهداء في تطبيقات أنت على إنترنت المطلوب أن نصدر حولهم أفلام ومسرعيات وروايات وتماثيل مطلوب أننا نخلدهم ونخلد آثارهم في أعمال فنية تكون قريبة من الشباب سنتي على الفيلم ولكن الصورة التي دائما تريد أن تنشرها هي الصورة تقريبا الوحيدة التي يعرفها الجزائريون عن زيغود هي صورته بالقبع لا هو عنده صور عنده صور أخرى هذه الصورة التقطها له سعمار بن عوداء في جبال بن صبيح في نواحي الميلية هنا في هذه الصورة هذه زيغود المجاهدين قبضوا على جندي فرنسي مجند وأسروه فلما زيغود استنطقه واستجوابه وجد بأن ذلك الجندي لم يشارك في معارك ولم يقتل هو مجند بريء زيغود يعني بعد أسبوع من التحقيقات دار تقدير بأن هذا الجندي بريء فقرر إطلاق صراح وخرجوه هكذا الطريق حسب رواية بن عودة دائما وقالوا له يعني روح مع الطريق هكذا سيجدوك عساكر الاحتلال ويأخذوك فذلك الجندي يعني تكريم من الزيرود يوسف وإعجابا بذلك الموقف المتسامح نحل شابو دي بروز نتعو وهداه لزيرود يوسف هو هذا القبعة فزيرود لما لبس القبعة وجاته طبعا باهية وهو باهي عمار بن عودة لتقتله هذه الصورة هذه الصورة يقول عمار بن عودة أنا الذي لتقتها لزيغود والقبعة هي لمجند فرنسي أطلق صراحة وزيغود والقبعة هي لمجند فرنسي أطلق صراحة وزيغود بشتشوف المجاهدين تعني يعني كانوا عندهم تسامح وكانوا الناس عندهم أخلاق عالية وبأخلاق الإسلام في مواجهة البشاعة الفرنسية في مواجهة البشاعة الفرنسية ضد المدنيين والعزل وغيرهم ولكن أنا قرأت لك أيضا يعني هذا جانب ربما طريف حتى لأن الأبطال هؤلاء والشهداء وربما توفقني أستاذ لي لني هم من لحم ودم يعني عندما يتحولون إلى صحيح أن لهم مكانة مقدسة ولكن أحيانا عندما نتعامل معهم كبشر نرتبط بهم عاطفيا أكتر فأنت تقول حتى أن القبعة لأنه كان يحب أفلام الويستير وغيرها كان هادي بشهادة صديق طفولته سيطيب الثعالبي والطيب الثعالبي ما زال على قيد الحياة والطيب الثعالبي صديق طفولة زيرود يوسف وكان معاه وهو عضو مجلس الوطني للثورة وكان مقربا من عبان رمضان وكان مقربا من الرئيس محمد بوضياف هذا الطيب الثعالبي هو الذي أخبرنا بأن زيرود في طفولته كان يحب مشاهدة أفلام الويستير وكان يذهب إلى قسنطينة ويشاهد تلك الأفلام ولما يعود يرويلهم وهو طفل هذه البطولات ويعني خاصة المواقف الشجاعة والمواقف البطولية والرجولة اللي كان يتحلى بها البطل وزيرود كان فعلا فارسا وكانت له فرص نعم وكان يجري بها في الفيافي وفي الوهاد وكان يحب يلبس هذه القبعة وكان بهذا المنظر يعني فارس بمعنى الكلمة فارس بمعنى الكلمة لكن في نفس الوقت زيرود يوسف يعني حسب الشهادات كله أني أنا خالط رفاقه يعني أنا أعرف أرملته المرحومة عيشة طريفة أعرف ابنته شامة أعرف اللي كانوا معاه شاسي إبراهيم شيبوت وسي عمار بن عودة وسي طيب التعالبي وغيره كثير الكثير أنا خديت تاريخ زيرود يوسف من عندهم زيرود يوسف كان رجلا طيبا صح صح قائد قائد شمال قسنطيني ولكن إنسان طيب إنسان يحب الأطفال أنا يروي لي واحد قال لي مرة قال لي كان يأكل عيط لي قال ناداني وأجلسني معه اللقمة اللولة الملعقة اللولة كان كسكسي باللحم الملعقة اللولة قال لي حطها لي في فمي والملعقة الثانية والله ممسحة حطها في فمه القطعة اللحم حطها لي في فم الطفل هذك قال لي وأنا ويروي لي هذا الطفل وما زال على قيد الحياة والأنا رجل كبير شوف يرويلي هو يبكي قال لي والله العظيم قال لي وانا قال لي كنت خمس سنين وفي اللعاب وفي زيرود ما عافنيش وكلام آه فباش نقول لك باللي زيرود كان يحب الناس كان متواضع كان بسيط كان رحيما يرويه المجاهدين يقولوا والله ما تقدر تشوف في عينه من الهيبة اللي اعطاه الله تعالى كان رجلا ملتزما بالثورة كان ما لا يأكل حتى يأكلوا المجاهدين وهذا يظهر من خلال الصور وحتى ننهي قضية الصور وربما نفتح قوس بعيدا عن زيرود يوسف رحمه الله أيضا العرب بن مهيدي سربت له صورة والبعض انتقدها بشدة لأنه ليس هذا هو العرب بن مهيدي الذي تم نحتفظ به في ذاكرتنا كرجل قوي وله ملامح قوية هم أظهروا في صورة حتى البعض شكك في مزدقيتها هذا هو القصد دركة عليها هذي احنا قلنا هؤلاء ليس في النهاية ما نشتعملوا معاك نجوم سينيما لا ينبغي المساس بصور الشهداء خليهم هما كانوا نواري بلون خليهم نواري بلون كيما راهم شفت انت صورة بن مهيدي ملونة كيف أنه يعني غيروا كثير من ملامعه بعض الكثير نزعج طبعا طبعا ولذلك احنا يعني نقوله يعني نوجه نداما خلال حصة تاك يعني ينبغي على مؤسسات الدولة أن تتدخل لمنع المساس بالشهداء وبقداسة الشهداء وبصورهم وبالوتائق المتعلقة بهم تقضيها أخويا كيما راهي وندرسوها وخلاص طيب الآن أنت ذكرت في كلامك سيد ليلاني بأن يجب أن يحضر هؤلاء الشهداء عن طريق الأفلام والأعمال الفنية التي ربما تفرج عن الكثير من الحقائق المرتبطة بمصارهم وفيلم زيغوت يوسف هو من بين الإشكاليات الكبيرة في السينما التي حتى الآن ربما أخذت نقاشا واسعا بين أخد ورد آخرها كان ربما أعتقد في شهر أكتوبر من السنة الماضية عندما طرحت من طرف وزارة المجاهدين مسابقة جديدة لكتابة السيناريو في حين أنك أنت منفست بكتابة السيناريو في المرة الأولى وكنا ننتظر أن نشاهد الفيلم لا أن نسمع عن مسابقة جديدة ما الذي حصل؟ والله الذي حصل هو أن وزارة المجاهدين نظمت مسابقة سنة 2013 فيما أذكر وفي ازتنى بالمسابقة وعندي الوثائق التوبوتية ولكن الجماعة قدروا أن هذه العملية تمت في وقت سابق وفي وقت كذا فقالوا ماذا بنا؟ الفيلم لم ينجز قالوا نعاود المسابقة وأنا تصلت بهم وقدمت احتجاج وكذا ولكن شفت قلت والله يعني أنا رجل عندي ثقة بنفسي وأعرف يعني وأدرك أن زيغود يوسف هو والدي هو والدي الروحي هو والدي الروحي أنا تربيت في بيئة يعني وين خطوات زيغود يوسف أنا من سيدي مزغيش بولاية سكيدة زيغود يوسف استشهد في منطقتنا وخاض معارك كثيرة في منطقتنا منها معركة في 12 ماي 1956 أباد فيها زيغود يوسف كتيبة فرنسية كاملة أقسم بالله ما قعد منهم واحد ما قعده واحد هان سيليغاني خلاوه يروح باش يدي الخبر هذا باش نقول لك الثورة في الشمال القسنطيني كانت مستعرة ومشتعلة وكانت قوية في منطقتنا سقطت طائرات المنطقة اللي نسكن فيها هنا يعيطولها الأعمارة في بلادنا هنا في أرضنا سقطت طائرات فرنسية في نواحي الميلية في يعني أنا عارف زيغود يوسف جيدا فقبلت أنني عاود المسابقة تدخل في المسابقة مرة أخرى وعاودت كتبت السيناريو من جديد اعتكفت وعاودت كتبته من جديد غيرت فيها غيرت في كتير غيرت في بعض الأشياء طبعا هذا كتبته في 2013 هنا اليوم مرنا في 2021 ومع الوقت زادت عندي معلومات أخرى زادت عندي أفكار جديدة فعاودت كتبت السيناريو من حقي كانت تعترض لي أنك أفوست في المرة الأولى أنا ما نحبش أنا وقول لك أنا ما نحبش أن أثير قلاقي لحول الشهداء أنا أنا مدى بيا زيغود يوسف يندير حتى ولو كان بالسيناريو ومشتعت لي لاني ميش مشكلة هل تم الإفراج عن الفائز الآن إن شاء الله إن شاء الله قريبا وزارة المجاهدين ستفرج وإحنا نوش قلت لك أن نقول لك الهدف تعنا هو أننا يكون فيلم لأننا هكتشوف لجون تعنا كم يحبون الشهداء صورة غيرت شفت كيفاش متعلقين بهم وإحنا يعني لازم تكون عندنا إرادة سياسية أننا نعمل أفلام على كل الشهداء وعلى كل هؤلاء الأبطال من أجل ذاكرة الوطنية ومن أجل هؤلاء الشباب المتعطشون لمعرفة التاريخ تعنا هل لديك تصور عن الفيلم من يكون مخرجه ومن تفضل بطاله أكيد أنك فكرت في هذا الأمر هو زيرود أنا كما نشوفه يعني يختلف عن باقي الأفلام لأن زيرود سيتان نوم دو تيران كما قلت لك هو تع معارك تع ميدان لازم زيرود يكون عندنا مخرج ليعمل الأفلام لي فيلم داكسيون مش الأفلام تعل الحوار زيرود يوسف رجل يعمل في الميدان أنت تأخذ مثلا الفكرة اللي قال بيها العربي بن مهدي كي قال أخرجوا الطورة ألقوا بالطورة إلى الشارع يحتضنها الشعب زيرود هذه الفكرة طبقها في 20 أوت 55 زيرود صنع الطورة يعني تشوف أنت الشمال القسنطيني كامل خرج يوم 20 أوت على 12 تاعة النهار فهي 20 أوت 55 الشعب كامل خرج في مظاهرات عارمة وفي صدامات مع الاستعمار في سكيكدا في قالمة في الميلية في ميلة في قسنطينة في كل مناطق الشمال القسنطيني زيرود يوسف أعطى درس حقيقي للاستعمار الفرنسي وب 20 أوت زيرود يوسف دخل القضية الجزائرية للأمم المتحدة وب 20 أوت يعني كانت هناك 13 ألف شهيد لأن الاستعمار الفرنسي انتقم من الشعب الجزائري انتقام شديد نحن اليوم يعني 20 أوت هذا ما ظهرناش دون كتال لما تعمل فيلم على زيرود يجب أن يكون فيلم حربي فيلم حربي حقيقي رحمك لله يا سيد يحمد لكنا نعيطه فيما بابانا ونسأسوا عليه ونسأسوا عليه ونسأسوا عليه ونسأوا شهداءكم من ضحا وهناك من ينتقل سلسلة الأفلام التي أنجزت عن أبطال آخرين أنها دخلت في إطار يعني التمجيد للثورة أكتر من طرح الأسئلة لأن حتى الثورة هذه تحمل الكثير من الأسئلة التي لم نعطل لها على إجابات حتى الآن تعرف كان فيها أحداث وخلافات وتصفية حسابات وغيرها الحقيقة الحقيقة الفيلم الذي كنت أنا بعيد أنا ما تناولت شي الخيل أنا فيلم بطولي فيلم يظهر بطولة الشعب الجزائري وتضحيات شأن يقتلك في عشرين أوت وحد هات 13 ألف شهيد أنت مع فكرة التمجيد أنا الثورة مجيدة أو الواقعية خطر التمجيد ما لازمش يكون على حساب الواقعية أنا مع الصدق التاريخي ومع الواقعية هو فيلم يتناول سيرة حياة زيرود يوسف كبطل شعبي حداد تائر منصر بالشعب يتيم فقير ولكن هو امتزج مع الشعب ويعني نراه في العائلة نراه مع أصدقائه نعم نراه في العائلة نراه مع أصدقائه نراه مع زوجته السيدة عائشة طريفة التي كانت تحبه كثيرا نراه مع أولاد عمه نراه مع أخواله مع أصهار وإنتهد قاع هدرت معهم قاع يعني وتكلمت معهم وحاولت قدر الإمكان أني نعطي صورة على الطورة الجزائرية في الشمال القسنطيني ولديك أعتقد سيدلي لأنني موافقة من العائلة على أنك أنت كاتب السيناريو نعم أنا عندي موافقة لأني عرضت السيناريو على العائلة وشافوه وقراوه ووقعوا عليه أنا خدمت مع العائلة طبعا لابد لما نكتب على الشهداء لابد أن نقترب من عائلة الشهداء من تشاهد هذا عنده ماليه عنده أهله وعنده أسرته ما عليش هو ملك الشعب الجزائري ولكن ما عليش أيضا علىه أسرته ينبغي أن نستشجيرها ويعني نأخذها برأيها وأنا يعني كنت مقرب الحمد لله من العائلة تعزيرود يوسف وهي عائلة يعني طيبة عائلة لو كان نبدأ نحكي عليهم هما بعد يعني يحتاجون إلى والله يحتاجون إلى إلى كتابات وأفلام نعم طيب أنت لديك كتاب في الواقع سيد أحسن تليلاني عن زيغود يوسف الحداد الثائر هذا الذي يظهر على الشاشة الآن وهو ضمن سلسلة كتاب الجيب التي يمكن لكل القراء مهما كان سنهم وكتبته بلغة بسيطة جدا ويتضمن مختلف مراحل حياة زيغود يوسف هذا الكتاب يعني هذه الطبعة الرابعة طبعة ربع مرات وهذا أكتر أنا عندي 15 كتاب ولكن هذا الكتاب هو أكتر كتاب مشا يعني وكل الناس قراوة ولا حط يعني بكل صدق أن الشباب عندهم شغف كبير بمطالعة التاريخ وخاصة أن نقدم لوما هذا التاريخ في أسلوب مثل ما قلت بسيط ومبسط يعني ويعني إحنا مدى بينا نمشي في هذا المسار أنا هذا اليوم احتفلنا بذكرى ديدوش مراد الله يرحمه وكنت نحتجيت يعني كيف هل اليوم هنا الجزائر في 2021 ما عندناش كتاب يتناول سيرة حياة لدوش مراد يعني بش نقول لك بليرانا مقصرين كثيرا في حق تاريخنا وفي حق أبطالنا يعني وزعمائنا وفي حق ذاكرتنا رغم كل الأبوال التي صرفت في الملتقيات والتي قيل بأنها صرفت لإنعاش الذاكرة الوطنية ولكتابة التاريخ لا يبدو بأن هناك أثرا ملموسا على هذه الأجيال يعني شوف صورة واحدة غيرت الكثير من صورة واحدة وتمتال هنا هذل أيام قمنا بنقل تمتال زيرود يوسف اللي كان موجود في مقبرة عين سمارة مع السيد والي قسنطينة في إطار مئوية الشهيد زيغود يوسف قمنا بنقل التمتال إلى وسط مدينة زيغود يوسف النهاردة شننا هذا التمتال وكان ذلك في 18 فبري الماضي في يوم الشهيد يعني كان الناس يعني كانت جماهير كثيرة يعني تتفرج وكذا ومن هذا بش نقول لك يعني نحن نحب تاريخنا ونحب أبطالنا ولكن عندنا فقر كبير في هذا المجال طيب نقل التمتال وحضر سلطات ويلائية وللمرة الثانية الوزارة الوسطية تفتح مسابقة لكتابة سيناريو عن هذا البطل في حين أن المؤسسة التي أنت رئيسها كتبت مؤخرا بأنها تعاني من غياب المقر وليس لها أي دعم مالي هناك نوع من التناقض كيف نفسره؟ يدهو الواقع والله سيقاده واشنو قل لك نحن رأنا في الميدان عملنا مؤسسة الشهيد زيغود يوسف وجستامو المؤسسة عملناها مع أسرة الشهيد زيغود يوسف هذا اللي قد رح نسألك عليه هي مؤسسة عائلية 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 الرئيسة الشرافية للمؤسسة هي السيدة شامة البنت الوحيدة للشهيد زيغود يوسف اللي هي على قيد الحياة والتي أهديتها هذا الكتاب والتي أهديتها هذا الكتاب ومعنا مجهدين من رفاق زيرود ومعنا أبناء شهداء وعملنا يعني في الميدان وقمنا بعدة أعمال على رأسها أننا نضمنا قافلة في عشرين أوت الماضي إلى الصومام إلى إفري إيوزلاجن سميناها وحدة الداكرة من أجل وحدة الوطن واستدعينا المؤسسات اللي كينا تعمل في التاريخ وتلاقينا في بجايا في إفري مؤسسة زيرود مؤسسة عميروش مؤسسة عبان رمضان وجاء المجاهدون وجاء أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين وكان لقاءا وطنيا وضخما وناجحا من خلاله وعرفنا احنا بأن التاريخ يقدر يوحدنا سيقادة على حكس ما يدعي البعض على أنه يستعمل التاريخ لتفريقة لا التاريخ يوحدنا لأنه ما ننساش أن نعميروش الله يرحمه وزيغود يوسف وأبناء رمضان والعربي بن مهيدي ومصطفى بن بولعيد وكانوا موجودين في الصومام وكانوا جالسين مع بعضهم خاوة 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 وكانت أخوة وكان الجزائري يقول للخوة خوية فإذن التاريخ ينبغي أن نستثمر فيه لأنه هو رأس مال الحقيقي التاريخ يقدر يفيدنا في أن نصنع مستقبلنا وأن نوحد ونتحد وأنا قلت لك هذه شفتناها في الميدان لما عملنا هذه القافلة في عشرين أوت الماضي يعني جاءت الناس يعني وتلاقينا وتهادينا وتحابينا وكرمنا احنا مؤسسة عبان رمضان وعبان رمضان كرمت بنت زيغود يوسف السيدة شامة وكرمنا مؤسسة عميروش وكان يعني لقاء وطني جميل إذن كيف تفسر سيد ليلاني بأن نفس التاريخ يستعمله لبعض الآخر تعرف إثارة أسماء مثل عبان رمضان وعميروش ومؤتمر الصومام دائما أحيانا تستعمل أحيانا وليس دائما تستعمل لإثارة يعني شقاق وإثارة نقاش ينتهي غالبا إلى التخوين هذا الطرف يخوين الآخر ينبغي هنا على هذه قتلك ينبغي هنا نرجع إلى التاريخ ونرجع إلى الماضي ونرجع إلى الأرضية الأرضية التي وحدتنا الطورة الجزائرية وحدت الشعب الجزائري الشرق والغرب الشمال والجنوب وحدتنا جميعا في بوتقة واحدة تحت بيان واحد تحت مشروع واحد نحن كنا نتكلم على ديدوش موراد ديدوش موراد من الجزائر العاصمة أصله من قرية تغريب بنواحي منطقة القبائل وجال عندنا لمنطقة الشمال القسنطيني وكان هو الذي يقود الشمال القسنطيني وهو أصغر أصغر القادة الستة وأكترهم ثقافة وعلما وأولهم استشهادا هو أول واحد سقط في ميدان الشرف فإذن المرجعية ديدوش ومرجعية العربي بن مهدي ومرجعية عميروش واحدة 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 إحنا ما لازمش نخلي الناس يعني ربما التدخل السياسي في التاريخي هو الذي جعل هذا هو الذي جعل هذا ولذلك إحنا ينبغي أن نعمل على استثمار التاريخ باش هذا التاريخ يوحد ولكن هل أنت من أنصار نظرية أنه يجب أن نكتب التاريخ بكل تفاصيل سيد ليلاني أم نحافظ على بعض مناطق الضل مثل ما يستعمل الآن هذه العبارة في التاريخ للحفاظ على نقاع الثورة وصورتها النظيفة لدى أو في مخيلة الأجيال الجديدة والله أنا معت فكرة أننا نكتب التاريخ بكل تفاصيله بدون عقد أنا اليوم نشوف يعني فرنسا اليوم هكتشوف حرارة الأرشيف أيوان نشوف البرح روحت المعرض الكتاب فوجدت رواية بعنوان الحركي تحكي على مذكرات الحركي أنا اليوم نتعجب كيف فأن الحركي يعني يروي مذكراته ويكتب وبدون يعني عقدة والمجاهد ويرحل في صمت دون أن يدون تاريخه أنا في رأيي ينبغي أن نسابق الزمن ونكتب تاريخ طورتنا وتاريخ شعبنا اللي على بالي به هو أن المتاحف الجهوية اللي كينا على مستوى مختلف الولايات قامت بتسجيلات عملوا تسجيلات مع مجاهدين وحول المعارك ولكن هذه التسجيلات الآن راهي محطوطة عندهم راهي مخزنة لماذا لا تخرج هذه التسجيلات في سيديات في كتب لماذا لا تخرج للباحثين لماذا لا تخرج للمؤلفين للدارسين يعني هناك وكأن هناك يعني مثلما نطالب فرنسا بالإفراج ورفع السرية نطالب هنا أيضا بالإفراج على مذكرات المجاهدين نعم موجودة على بالي بالي كل المتاحف قامت بعملها لكلها المشكورة وزارة المجاهدين قامت بعملها مشكورة دار التسجيلات لكن هذه التسجيلات ورهي لماذا لا تخرج إلى الناس التاريخ ينبغي أن يخرج من المتاحف ينبغي أن يخرج التاريخ إلى الشوارع إلى المدارس إلى الجامعات نشوفه التاريخ هذا نشوفه في تماثيل أنا أحيي رئيس بلدية الجزائر اللي رح يعمل تماثيل تاعة ثلاثة من الشهداء بنمهيدي رغم أن البعض دقاقة في الكلفة المادية تعرف هناك دائما يقال لماذا نصرف أموال على تماثيل في حين أن لا نصرف على التعليم مثلا لا 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 والصحة وغيرها شوف الداكرة قيمتها لا تقدر بثمن إحنا اليوم إذا كان عندنا مشكلة رأي مشكلتنا في الداكرة أن هناك بعض الناس يحبوا يمعيوا ذاكرة هذا الشعب والله يحبوا يحطوا لها ذاكرة وعدة أخرى نحن شعب محارب شعب مقاتل شعب أنجزة بطولات شعب لما تشوف أنت بعض المواقف تشوف بعض المواقف يعني بعض الأبطال أنت تتعجب يعني أنت تشوف نعطيك مثال مثلا مثلا هذا الفارس الأخير الذي كتب عنه أحد جنرالات فرنسا هذا لما جاءت فرنسا في بداية الاحتلال هنا للجزائر وبدأت تتوسع في جهة تيبازا قامت بإبادة قبيلة كاملة مع هذا فارس واحد هرب لهم في الجبال وذلك الفارس الذي لا أحد يعرف اسمه ذلك الفارس كل مساء كان يجي يطل من شرفة الجبل من قمة الجبل من الشفق كما نقوله إحنا ويقرص يعني بالبارود بالبندقية تاعه على الجيش الاستعماري المخيم اللي داير باش يحيرهم يباتوا ليلة كاملة وهم يشجارا ويحوسوا ويهرب لهموا في الجبال غدوة من داكين السيو يوم يومين يزيد يقرص عليهم وظل هكذا يقضوا مضاجعهم واحده مدة عشر سنوات لما عد ما يجيش جنرال القايد الحملة بعت رسالة لفرنسا قال لهم الحمد لله خلاص راهو هذك الفارس اللي ما نعرفوش راهو صباح ما يجيش أنا في رأيي وظل مجهولا وظل أنا في رأيي إحنا كمتقفين لازمنا نكونوا مثل هذا الفارس ينبغي أن نطلق صيحة في الظلام ظلام الجهل وظلام النسيان لنحيي الداكرة لنحيي الأمجاد لنحيي التاريخ لنعزز ثقة شعبنا بنفسه هذا ما نحتاجه دكتور تليلاني كيف نظرت إلى الخطوة الفرنسية الأخيرة المرتبطة برفع السرية عن بعض الأرشيف هي أولا أن في رأيي خطوة إحنا جبرناها عليها ليس كالترخيلها ليس بإرادة ليس هدية ليس هدية نحن كل يوم نطالب نطالب بالأرشيف ونطالب بالاعتدار ونطالب فبالتأكيد أن الحسابات السياسية الفرنسية أجبرتها على أنها تفرج عن هذا الأرشيف ولكن ما لازمناش نفرحه بزاف لأننا لأننا نعرف نعرف فرنسا يعني ونعرف النواية ونعرف كيف كتبت هذا فإذا ما عليش نشوف هذا الأرشيف وينبغي أن ندرسه بحكمة وأن ندرسه بحذر يعني تتعامل بتحفظ مع المسألة نعطيك مثال أنا حققت في استشهاد زيغود يوسف حققت وأنا كنت نخدم في الصحافة يعني من سنوات مع المجاهدين اللي كانوا معاه وكل الشهادات وكل الدلائل تتبت بأن زيغود يوسف استشهاد قضاوة قدر يعني قضاوة قدر كانت مواجهة بالصدفة مع فلول الاستعمار عند الصباح فقاتل قاتلهم وقاتلوه واستشهد جريت ليومونت الفرنسية الصادرة في 26 سبتمبر 1956 كاتبة بأن زيغود يوسف باعوه صحابه بأن زيغود يوسف تعرض إلى خيانة دون كان لما نروح للجريدة الفرنسية ما لازمش ناخدها يعني كما لو أنها هي الصح طيب ماذا أفعلنا بشهادات اللي كانوا معاه وكانوا موجودين معاه ويتحدثون عن معركة ويتحدثون عن سياق وعن كده دون كان الرواية الفرنسية أخذوا بها مش ما ناخدش بها ولكن ما لازمش نصدقها لأنه هما كتبوا التاريخ على حساب واش يعني يعني يحققوا أغراضهم وأهدافهم تتحقق منها مثل ما تطالب باسترجاع الأرشيف وهناك أنت طلبت باسترجاع جزء من أرشيف زيغود المتمثل في حقيبته وتقول بأن هناك وثائق لم تحرق في هذه الحقيبة ما طبيعة هذه الوثائق والله يا زيغود يوسف لما جاء من مؤتمر الصومان كانت هو كان عنده ساكادو زيغود يوسف للناس يعني ما يعرفوش كان رياضي وكان هكا نحيف كان يعيطوله الدئب النحيف هذي فرنسا كانت مسميته الدئب وكان يعمل طريقة حرب العصابات وكان شديدا وباسلا كان يحمل حقيبة فتلك الحقيبة لما حاصرته القوات الاستعمارية استخرج الوثائق اللي هي سرية اللي تتعلق بالناس بالاتصالات بالمسؤولين من تعلمشاتي فقام بإحراقها والوثائق الأخرى كما مثلا مؤتمر الصومان كما بعض الوثائق المتعلقة يعني أبقات في الحقيبة نتعو في الحقيبة والحقيبة تعزيغود اليوم راه يعني أخبرني أحد الأصديقاء شاثها بعينه في متحف ذانسن في فرنسا يعني علش ميرجعناش الحقيبة تعزيغود نطالبوا باسترجاعها كما نطالبوا باسترجاع أشياء الأشياء يعني القادة تعنا والأبطال تعنا سواء تعلق الأمر بوتائق تعلق الأمر بملابس تعلق الأمر بممكن ساعة ممكن كده يعني نسترجع التاريخ المادي واللامادي شكرا على هذه الهدية المئوية مئوية الشهيد زيغود يوسف هي هنا مكتوبة زيغود وفي الكتاب زيغود والله احنا ما زل ما فصلنا نشحته في الدال والدال هو في الحقيقة في الوثايق الفرنسية زيغود بطي 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 أنا راجعت الوثايق تعه زيغود يوسف ولكن يعني هي من المفروض يعني العائلة تعه بنعمه هذه هنا فرنسا كيف لعبت يعني على الأسم وكيف أنها حب تتفرق بنا مئوية مئوية الشهيد زيغود يوسف في الحقيقة احنا نوجه وشكرنا لوزارة المجاهدين وإلى والي قسنطينة اللي قاد هذه في الحقيقة هذه المبادرة وحنا نتمنى يعني هذا العام بالمناسبة أن 20 أوت 55 يكون يعني احتفال وطني وبصفتي يعني رئيس مؤسسة زيغود يوسف فنحن في المؤسسة وباسم يعني عائلة زيغود يوسف وباسم أتمنى أن يعني تعطى لنا الإمكانيات باش نعمل احتفالية كبرى هذا العام فيما يخص هجومات 20 أوت 55 وأتمنى أن تكون هذه الاحتفالات في سكيك بالنسبة لي أنا زيغود ولا ديدوش ولا عبان رمضان ولا رحم كل شو هدا كيف كيف شو هذير شو زي حاجة برك يعني مي في القش بين شو هدا نتمنى أن يصل هذا النداء إلى الجهات المختصة حتى يكون هناك ردة فعل يعطيك صحة بالطبع سأخذها هذه مثل ما أيضا أهديك أيضا كتاب زيغود يوسف الحداد الثائر وإذا كانت مجرد صورة يعني غيرت عواطف الجزائريين وجعلتهم يرتبطوا بزهود يوسف فما بالك لو شاهدنا هذا البطل في فيلم سينمائي في أكتر من كتاب وملتقيات نخاطب الجيل الجديد بلغته الصورة هذا هو حتى تصل الرسالة حتى تصل الرسالة يعتك صحة دكتور حسين تليلاني بروفيسور حسين تليلاني شرفتني بهذا الحضور وأتمنى لك كل التوفيق ولمؤسسة زيغود يوسف شكرا جزيليست انتعت بالليقات شكرا